الحق والباطل معركة مستمرة حتى قيام الساعة ما هي الحكمة من ابتلاء أهل الحق؟ وما هي الدروس المستفادة من ابتلاء سيدنا آدم عليه السلام؟ موضوع حلقتنا من برنامج الحياة والابتلاء فتابعونا دعي الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم بخير وعافية مع الأمن والإيمان إنه خير معين وما زلنا معكم في برنامجنا برنامج الحياة والابتلاء في هذه الحلقة سنتكلم عن نموذج من نماذج الابتلاء التي تعرض لها الأنبياء في حلقتنا هذه سنتكلم عن سيدنا آدم وما تعرض له من ابتلاء وما هي الدروس المستفادة من ابتلائه مع فضيلة الشيخ الداعية عبد الباصة محمد أهلا ومرحبا بكم معنا فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بكم وبجميع الإخوة المشاهدين حياكم الله وبارك بكم سيدي سؤالنا لكم كيف تتجلى صور الصراع بين الحق والباطل لا سيما في حياة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما بعث الله نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا وله أعداء من الإنس والجن وهذه حكمة الله عز وجل في أنبيائه وقدر الله عز وجل أن يوحي هؤلاء الشياطين بعضهم لبعض زخرف القول غرورا أي كذبا وبهتانا وزورا لماذا؟ ليخدعوا الناس ويحاربوا هؤلاء الرسل ويحاربوا الهداية بكل أشكالها من أولها إلى آخرها إلى قيام الساعة يحاربون الهداية وقدر الله عز وجل أن تميل قلوب بعض هؤلاء الناس إلى هؤلاء الشياطين سواء كانوا من الإنس أو الجن ويقترفون ما يقترفونه من الفساد والضلال في الأرض والعداوة لهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام كما يقول البارع عز وجل في قوله تعالى وَكَذَلْكَ جَعَلْنَا لِكُلِ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الإنس والدين يوحي بعضهم إلى بعض الزخر فالقول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وللتصوى إليه عفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترف ما هم مقترفون رحم الله والديك هذه الآية هي شرح للكلام الذي تقدم قبل قليل قال الإمام الطباري وغيره من المفسرين عند هذه الآية الكريمة هذه تسلية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنك يا رسول الله كما أن لك أعداء من الإنس والجن ومن أهلك وغيرهم كذلك الأنبياء من قبلك كان لهم أعداء من الإنس والجن يؤذونهم ويصدونهم عن سبيل الله ويخاصمونهم وهكذا وهذه سنة الله في أنبيائه ولن تجد لسنة الله تبديلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل يعني هذا الحال حال الأنبياء وكل من كان يعني يمشي على خطى الأنبياء في سبيل الدعوة إلى الله تعالى هي المعادة من الناس المحاربة لهم ولرسالته ولما جاء به بالتأكيد وهذا مصداق قول الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب إذن هذا للأنبياء ولكل من تبع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولكن لنعلم جميعا بأنه في نهاية المطاف دائما النصر للحق ولأهل الحق فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض سيدي نريد أن نستذكر معكم قصة سيدنا آدم يعني سيدنا آدم هو كان أول أنبياء وأول من ابتلاه الله تعالى من البشرية وكما مر في الحديث أشد الناس ابتلاءا الأنبياء فسيدي إذا يمكن أن تذكروا قصة سيدنا آدم حتى يعني وقت ابتلائه بعد ذلك أن نعرج على حديث الابتلاء والدروس المستفادة منهم بارك الله بكم أخبرنا الله عز وجل أن سيدنا آدم عليه السلام هو أول مخلوق من البشر على الإطلاق نعم وأخبر ملائكته الكرام بأن سيدنا آدم عليه السلام وذريته من بعده سيكونون خلفاء الله عز وجل في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله عز وجل فيها عند ذلك سألت الملائكة الباري عز وجل غير منكرة وإنما لإزالة الشبهة من صدور الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فأجابهم الباري عز وجل بأنه يعلم من هذا المخلوق من الأسرار ما لا يعلمون فاطمأنت نفوسهم وزال تعجبهم وأمر الباري عز وجل الملائكة بالسجود لآدم طبعا السجود هنا سجود التحية فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين جازاه الله عز وجل على هذا التكبر وعلى هذا الكفر بأن طرده من الجنة ذليلا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين علم إبليس أنه لا مفر من النار لذلك طلب من الله عز وجل أن يمهله إلى قيام الساعة أعطاه الله عز وجل هذا الأمر وأمهله إلى قيام الساعة فلم يشكر وبدل أن يشكر زاد في غيه وزاد في تحديه ولكن جعل هذا التحدي إلى الله عز وجل متجها إلى آدم عليه السلام تحدى الله عز وجل ولكن وجه هذا التحدي باتجاه سيدنا آدم عليه السلام وذريته أن تحدى الله بخلق الله نعم نعم وأقسم لا يجملن لهم المعاصي أقسم هذا إبليس أن يجملن لهم المعاصي بإذلالهم وإضلالهم وتجميل المعاصي لهم وما إلى ذلك من هذه الأمور فوعده الله عز وجل أنه من تبعه من البشر سيكون معه في النار قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض الباري عز وجل أمهله بدل أن يشكر الله عز وجل على هذه المهلة زاد في إغوائي وزاد في تحديه متجها إلى خلق الله عز وجل كما تفضلتم ثم أقبل الله عز وجل على سيدنا آدم عليه السلام فآتاه من علمه وآتاه من فضله وأفاض عليه من نوره وعلمه أسماء الكائنات وخصائصها كل هذه الأمور عند ذلك الملائكة علمت لماذا الله عز وجل أعطى هذه المكانة وهذه الخلافة لسيدنا آدم وذريته سيدي ما ذكرتموه كان عن قصة سيدنا آدم إلى قبيل أن يبتليه الله تعالى إذا ممكن الآن أن تذكروا لنا شيئا عن ابتلاء وامتحان سيدنا آدم وما هي الدروس والحكم المستفادة منهم بارك الله منكم في عدة مواضع الباري عز وجل في القرآن الكريم ذكر لنا قصة سيدنا آدم وبعدة أساليب منها ما ذكره الباري عز وجل في قوله وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو إلى آخر الآيات الكريمات في سورة البقرة التي تجسد لنا قصة سيدنا آدم عليه السلام بل قصة ابتلائه وكيف أن الله عز وجل تاب عليه سنحاول أن نستذكر شيئا من صور هذا الابتلاء ونتائجه ولو بشيء مختصر بارك الله منكم الباري عز وجل يقول وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة لاحظ الاقتراب من الشجرة من نحيط الفتنة والابتلاء أشد من تناول الأكل منها بالذات يعني هذا أصعب يعني ما هي الحكمة من تخصيص تلك الشجرة بذاتها أو بعينها من الاقتراب إليها هو موضوع حلقاتنا كلها هو الابتلاء هو الاختبار هو الفتنة لسيدنا آدم عليه السلام من أجل أن يختبره ولينضي قضاء الله عز وجل في سيدنا آدم وفي ذريته كذلك الأمر الآن بدأ إبليس مهمته الآن بدأ إبليس عمله عندما خصص الله عز وجل أن يا آدم أنت وزوجك كل ما تشاءون من هذه الجنة ولكن لا تقربا هذه الشجرة بعينها الآن بدأ إبليس عمله وبدأ مهمته بدأ التحدي يعني نعم كيف يأذن الله عز وجل لآدم بالدخول إلى الجنة والتمتع بما فيها والتنعم في الجنة وهو أي إبليس أهبط على الأرض عند ذلك جاء وبدأ يغوي سيدنا آدم عليه السلام إبليس اغتاض من هذا الأمر كيف يتنعم آدم كيف يتمتع في الجنة وأنا أهبط إلى الأرض غضه هذا الأمر وجعل نهي الله تعالى لسيدنا آدم من هذه الشجرة سببا ينفذ إلى سيدنا آدم من خلال هذه الشجرة بعينها ماذا صار يفعل؟ جاء وصار يقول لسيدنا آدم عليه السلام الله عز وجل نهاكم عن هذه الأكل من هذه الشجرة لأنكما ستكونان ملكين ولأنكما ستكونان خالدين لن تموتاني أبدا يعني كأنه صديقا حميما كأنه ناصحا أمينا وصار يحلف لهما الأيمان المغلظة وقاسمهما إني لكما لمن ناصحين أي أقسم لهما بأنهما إذا أكلا من هذه الشجرة سيكونان صفاتهم كصفات الملائكة الله عز وجل وسيكونون خالدين في هذه الحياة لن يموتاني أبدا وصار يحلف لهما الأيمان المغلظة وقاسمهما عند ذلك سيدنا آدم عليه السلام وزوجه يظنان أنه لا يوجد مخلوق على وجه الأرض يحلف بالله كذبا فصدقاه لأنه حلف بالله عز وجل طبعا في نهاية هذا باختصار يعني ابتلاء سيدنا آدم عليه السلام وأكله من الشجرة في نهاية المطاف ندم سيدنا آدم عليه السلام واستغفر ربه هو وزوجه استغفارا شديدا وتضرعا إلى الله سبحانه وتعالى وطلب منه المغفرة والغفران فالله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه الله عز وجل تاب عليه وغفر له بل الأمر أشد من ذلك ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى نعم سيده هناك أمر قد يرد على ذهن أحدنا يعني يقول سيدنا آدم هو من الأنبياء وهو معصوم كيف يتصور منه أن يقع بالمعصية كيف نجيب على هذا الأمر هذا سؤال جميل أجاب عنه المفسرون كالإمام القرطبي رضي الله تعالى عنه وغيره من المفسرين من عدة وجوه وبالأدلة والحجج الدامقة الوجه الأول للجواب على هذا السؤال أنه أكل ناسيا طيب الدليل قول الله عز وجل فنسي ولم نجد له عزمة نسي يعني وهذا النسيان سيدنا آدم عليه السلام اعتبره معصية مع أننا الناس العاديون إذا وقعنا في أمر معين ولو في إثم ولو في معصية ولكن ناسيا من أكل أو شرب ناسيا من نام عن صلاة رفع عن أمة الخطأ والنسيان ولكن سيدنا آدم عليه السلام صاحب مكان عالي اعتبر هذا النسيان معصية نعم إذن هذا الوجه الأول الوجه الآخر أن فعله هذا لم يكن معصية أصلا وإنما هو من باب خلاف الأولى وما كان من باب خلاف الأولى في الفقه وفي أصول الفقه هذا لا يعد معصية أصلا ولا يعد لا يدخل فيه باب الحرام الوجه الثالث لما نهي عن الأكل من الشجرة ظن أن المراد عين هذه الشجرة لا من جنسها فأكل من شجرة أخرى من نفس الجنس نعم عند ذلك هذا اجتهاد منه والله عز وجل لم يقرره على هذا الاجتهاد يعني ظن أن هذه الشجرة فقط أكل من شجرة ولكن من نفس النوع عند ذلك هذا اجتهاد منه الله عز وجل لم يوافقه على هذا الاجتهاد وأجمل ما قيل في الجواب على هذا السؤال ما ذكره إن الأنبياء عليهم السلام يؤاخذون بذلك في الدنيا ليكون ذلك زيادة في علو درجاتهم الله أكبر إذن هذا الابتلاء هو تكريم للأنبياء وزيادة لرفع درجاتهم ومرتبتهم عند الله سبحانه وتعالى والدليل ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى متى كان هذا الاجتباء بعد هذا الابتلاء العظيم سيدي هناك أمر أن لكل نبي كان له دعاء دعا به ربه سيدنا آدم ماذا كان دعاه نعم أفضل دعاء ندعو به هو الدعاء الوارد في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة لذلك هذا الدعاء سنقوله ونحاول أن نحفظه وندعو به الباري عز وجل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لاحظ كما تفضلتهم كل نبي من الأنبياء كان له دعوة نعم متميزة عن باقي الأنبياء فكانت هذه الدعوة من سيدنا آدم عليه السلام فتاب عليه الباري عز وجل وغفر له ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين تزاكم الله تعالى يا شيخنا خير الجزاء على هذه الإضاحات المهمة المباركة ونفع الله بكم إنه خير معين آمين في قصة سيدنا آدم كما ذكرتم هناك دروس كثيرة ولكن إذا يمكن أن تذكر لنا درسا واحد أن يكون فيه الحكمة البليغة والتي يمكن أن نستفيد منها بيومنا هذا هناك قواعد منتشرة عند العلماء بعد كل شدة شدة إلى الله سبحانه وتعالى بعد كل محنة منحة إن مع العسر يسرى وهكذا أعظم شيء وأعظم درس بليغ نستفيده من قصة سيدنا آدم عليه السلام وابتلائه هو التوبة بعد هذه التوبة لها لها يعني جمالية لها شيء خاص لها وقع خاص على النفس بل لها فرح لها سرور في قلب العبد أنا أريد أن أشبه هذا بحال رجل ذهب حاجا إلى بيت الله الحرام ورجع من حج بيت الله الحرام وزيارة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم كيوم ولدته أمه كم يكون فرحا مسرورا نعم الدنيا كلها نعم ترقص أمامه بسبب ذلك لماذا؟ لأنه يعتقد بأن الله عز وجل قد غفر له وفتح صفحة جديدة مع خالقه وبارئه عز وجل أعظم درس بليغ ينبغي أن نستفيده من قصة سيدنا آدم عليه السلام هو التوبة بعد الخطأ والتقصير فحال الإنسان هذا قد يكون عند الله عز وجل أفضل بكثير من حاله قبل التوبة وهذا الكلام موجه لنا جميعا عندما دائما نجدد التوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى وبذلك نسعد بإذن الله عز وجل في الدنيا والآخرة ويكون حالنا بأفضل حال اللهم إنا نسألك حسن التوبة يا رب يا معين آمين جزاكم الله تعالى خير الجزاء سيدنا على هذه الإضاحات المهمة المباركة التي لابد لها لكل مؤمن أن يسمعها وأن يطبقها في حياته آمين آمين وجميع الإخوة المشاهدين والعميلين في قناة مدني آمين والشكر موصول لكم أيضا أيها المشاهدون الكرام في حلقة القادمة سنتكلم عن نموذج جديد من نماذج ابتلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نسأل الله تعالى أن يجعنا وإياكم بخير وصحة وعافية إنه خير معين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة